مشكلة انقطاع الطيار الكهربائي تتكرر في أكثر من بلدة عربية في هذه الفترة وحول هذا الموضوع ننتقل في بث حي مباشر إلى ألباني إذ ينضم إلينا المحامي ذياب تيتي وهو مدير عيادة مؤحدة في ألباني مساء الخير المحامي ذياب تيتي مساءكم خير مساءكم صحة سلام واحترام والخير لأدام أخي شحادي وشكرا لتلفزيون هلا على المتابعة السريعة لقضيتنا في حارة القلعة في قرية البياني شكرا لك هذا الدور الذي نكون به وهو إصال صوت الجمهور العربي دائما سؤالي لك المحامي ذياب تيتي سمعنا الأصوات من الريني وقبل ذلك قبل أيام سمعنا من عرارة النقب ما الذي يجري لديكم في حي القلعة في البياني طبعا ونحن سمعنا أيضا في معظم القرى العربية أن هناك انقطاع للطيار الكهربائي نحن في حارة القلعة منذ 12 يوما ونحن نعاني من هذه المشكلة الكبيرة والتي يعاني منها الصغير والكبير الشاب الفتاة الكهل الطالب الطالبة ونحن لحد الآن لا نعرف لأين نتوجه ومن سيساعدنا في حل هذه المشكلة نحن نعاني الأمرين نعم هل في هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن هناك انقطاع للطيار الكهربائي في الحي؟ أول شي مشكورين لأنه أنتم جيتوا في الوقت المناسب في لحظة اللي فيها الطيار الكهربائي مقطوع عن عدة بيوت وفي هناك المرضى بأمراض عضال هناك الأطفال اللي هن مربطين لأجهزة التنفس في أطفال اللي عندهم كورونا البرد القارس الموجود ونعاني معاناة كبيرة ومرة أخرى لا نعرف إلى متى هنا السؤال إلى متى سنعاني من هذه المشكلة وسيعاني مرضانا وطلابنا ونساؤنا وأطفالنا من هذه المشكلة مع أنه توجهنا إلى شركة الكهرباء وتوجهنا إلى المسؤولين لكي يعطونا ولو بصيص أمل إلى متى ولكن لحد هذه اللحظة أنا أتابع الأمور بشكل شخصي وأقول دايما الخير لأدام والكهرباء لأدام ولكن لما أتصل مع الناس بقولولي قبل شوي كان في عندنا كهرباء ولكن في الوقت الحالي نحن بدون كهرباء نعم أين الحل؟ المحامي ذي أبتيتي كم هو عدد البيوت التي تعاني من هذه المشكلة بشكل متكرر منذ نحو أسبوعين؟ في حي القلعة أنه أعتقد أنه ما يقارب العشرين ثلاثين بيت اللي هني يعانوا من هذه المشكلة الكبيرة وأريد أن أركز هنا على المرضى الذين هم يتعالجون في صندوق المرضى الذي أنا أعمل به وأعرف وضعهم جيداً وأوجه النداء العاجل لجميع المسؤولين أن يتوجهوا لهلاء المرضى لكي يحلوا لهم مشكلتهم وبأسرع وقت ممكن لأنه وضع لا يطاق المحامي ذي أبتيتي أنا بعد قليل أنا توجهت توجهنا في قناة هلال ناطقة بلسان شركة الكهرباء سأقرأ تعقيبها بعد قليل كسم من التعقيب يتحدث أنه بسبب ارتباطات غير قانونية بشبكة الكهرباء يحدث ضغط على الشبكة مما يؤدي إلى خلل وانقطاع الطير الكهربائي كيف ترد على ذلك؟ هل لديكم في الحي ارتباطات غير قانونية غير مرخص بها مما يؤدي إلى ضغط على المحولات التابعة للشركة؟ أخي للمعلومة أنا عملت كمساعد لرئيس المجلس المحلي الصابق الحاج عباس تيتي لمدة خمس سنوات وأقول لك أنه لا يوجد هناك أي ارتباط غير قانوني وأقول لك أن الضغط الذي كان قبل خمس سنوات في هذا الحي هو نفس الضغط لأنني لم أرى أن هناك الشكونات التي بنيت أو العمرات الشاهقة التي بنيت التي تستهلك الكثير من الكهرباء نحن على ما نحن عليه وأقول إذا كان هناك أي إنسان تواصل أو وصل بشكل غير قانوني للكهرباء فيعالج هذا الأمر لهذا الإنسان ولا يعالج الأمر بانقطاع الطيار الكهربائي عن الجميع فليعالج الفرد ولماذا نعالج الجميع؟ إذا كان هذا الفرد يعمل بشكل غير قانوني في أي مجال فتوجهوا إليه وحلوا المشكلة عنده لماذا تكون حل المشكلة عند الإنسان الذي يدفع فاتورة الكهرباء الشهرية وإذا لم يدفع فإن انقطاع الكهرباء يكون بشكل مباشر هنا هذا التعقيب لا يليق بهم يجب أن يكونوا الآن في الحي لكي يروا أين المشكلة وكيف نحل هذه المشكلة لكي لا يصاب مرضانا وأطفالنا وطلابنا الذين يقرؤون اليوم ويدرسون لامتحانات الطب والمحاماء والهندسة وهم لا يريدون أن يكونوا بصدمة كبيرة نتوجه إليكم ونتوسل للجميع حلوا لنا هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن نعم هل حاولتم التواصل مع شخصيات قيادات عربية للوساطة يعني أسميها الوساطة لدى شركة الكهرباء لحل هذه المشكلة لأننا سمعنا أن فريني توجهوا إلى عدو كناسة وتوجهوا إلى أعضاء في المجلس المحلي هل سلكتم مثل هذه الطريق أنا أقول رحم اللهم رئي عرف قده ووقف عنده وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أنا اليوم كإنسان كمواطن أسكن في هذا الحي توجهت للمسؤولين توجهت لأهل الحي على أساس أشوف شو الوضع القائم ولكن المفروض من المسؤولين وأنا أقول أن هناك كان جلسة في المجلس المحلي لكي يعالجوا هذا الوضع الصعب جدا الذي نعاني منه أين توصلوا ولماذا توصلوا وماذا فعلوا للأسف ليس لي أي معلومات ولم أرى أي إنسان من المسؤولين في الحي عندنا لكي يتابع بشكل مفصل ما الذي يجري ومن الممكن أن أكون هنا في لبس أو أكون مخطئ لا أريد أن أظلم أحد ولكن نقول أنه يجب على المسؤولين لأنهم هم من لديهم الصلاحيات التامة في علاج ومعالجة هذا الأمر الذي يصيب أهلهم وأبناءهم وأنسباءهم وأقرباءهم في حارة القلعة فهنا أنا أوجه الكرة والبوصلة إليهم لكي يتوجهوا هم وليس نحن لأنه لهم اليد العليا في هذا الأمر هنا نحن المواطنون العاديون من الممكن أن نتواصل أو نتصل ولكن الآذان الصاغية لن تكون لنا كما هو الحال إذا كان المسؤول أو رئيس المجلس أو أي إنسان الذي هو مسؤول الذي يقدر يحللنا المشكلة وأنا مرة أخرى وجودنا على راديو هلا ليس لمجرد الوجود على تلفزيون هلا متأسف ليس لمجرد الوجود أو للكلمات أو لطرح مشكلة ليست موجودة بل لأننا فعلا نعاني وأرى ذلك بأم عيني أن سكان هذا الحي يعانون كما يعاني ابن مجد الكروم وابن الريني وابن نبعيني وكل المناطق الموجودة فأين المشكلة وأين الحل؟ هذا سؤال كبير يوجه أولا لشركة الكهرباء ولماذا أنتم في الوقت الراهن وفي هذه اللحظة أنتم لستم موجودون في حي القلعة في البيعني هذا سؤال وجيه جدا لدينا مشكلة أين أنتم؟ شكرا جزيلا لك المحامي ذياب تيتي من البيعني سنتابع معكم هذا الملاف شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لكم تلفزيون هلا ومدير التلفزيون الأخ بسام جابر والمصور الأخرامي الذي يعمل جاهدا معنا هنا من أجل نقل الصورة الحقيقية من قرية البيعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام